إليس احتفلت مع أكثر من ثمانين طالب وطالبة من خرجي 11 جامع لبنانية بإنهاء التدريب الوظيفي في المشاريع الممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على الأراضي اللبنانية كافة ما وفر لها ولرفاقها ورفقاتها فرص عمل رغم ارتفاع نسب البطالة في لبنان تدريب الوظيفي مع يو اس ايد خلاني نطور قدرات المهنية وإحصل على فرصة عمل خلال هذه الظروف الصعبة في لبنان وتمسك أكثر في لبنان من دول مهاجر برنامج التدريب الوظيفي الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والذي يمتد لخمس سنوات بقيمة 800 ألف دولار يظهر التزام الشعب الأمريكي بدعم التنمية المحلية والتعليم العالي في لبنان كما يؤكد استمرار الوكالة في تنفيذ مشاريعها في مختلف القطاعات في البلاد خلافاً لما جرى تداوله مؤخراً عن إعادة النظر في تلك المشاريع لقد استثمرت الحكومة الأمريكية من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية منذ فترة طويلة في البرامج التي تجمع بين التعلم والتدريب العملي للمساعدة في بناء جيل جديد من الشبال اللبناني الجاهز للعمل هذه المبادرة هي شهادة أخرى على انتزام الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية المستمر بدعم الشعب اللبناني في عدة قطاعات ومساعدتهم على الصمود في وجه الأزمات المختلفة وإعادة بناء حياتهم وفي إطار دعم المجتمع المحلي بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أيضاً تم تأهيل 200 شاب وشاب من بلدات لبنانية مختلفة للمشاركة في الانتخابات المحلية والبرلمانية المقبلة كناخبين أو مرشحين أو مراقبين لها وأشارت مديرة الوكالة الأمريكية إلى أهمية هذا الدعم في دمج الشباب في عملية صنع القرار السياسي في بلادهم قمنا بإشراك 200 شاب وشاب من 14 بلد مختلفة لتثقيفهم حول الحكم البلدي والانتخابات والواجبات المدنية وتعزيز إيمانهم بالمشاركة المدنية وتم اختيار 14 منهم لقيادة حملة توعي عامة وتوفير التدريب على المواطنة الشاملة وأن يكونوا عناصر للتغيير البناء في مجتمعتهم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تجدد أعلانها المساهمة في التصدي للتحديات الصعبة التي تواجه المجتمع اللبناني بمختلف فئاته بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص مشاريع عديدة في قطعات أخرى ضمن جدول أعمال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في لبنان حيث ستفتتحها في الأيام والأسابيع المقبلة تأكيدا لاستمرار دعم الشعب اللبناني واستقرار البلاد وليام عزام الحرة بيروت